قال الفيلسوف سعد الغزاوي سميرة عبد العزيز كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف قلت له يوما فيلسوف نعم يا بنيتي أيهما أعظم خطرا وأدوى مؤثرا الكلام المنطوق أم الكلام المكتوب يقول بعض الأدباء يا بنيتي الكلمة المنطوقة اتصال لحظي واقع بين القائل وبين السامع نعم أما الكلمة المكتوبة فهي تثبيت للمعاني وتجسيد للألفاظ جميل ولكن ماذا يا ترى تراه أحلى كلام وأقواه في هذه الحياة بنيتي ليس هناك أحلى ولا أعذب ولا أشهى ولا أطيب من كلام الحب وحديث الهوى تماما تماما يا فيلسوف ولكن هذا كان عن أحلى كلمة فماذا إذن عن أقوى كلمة أقوى كلمة يا بنيتي هي كلمة كن كلمة كن نعم يا بنيتي إنها الكلمة التي خلق الله بها كل شيء من الضرة إلى المجرة الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدق الله العظيم صدق الله العظيم عظيم جدا ولكن قل لي بما ومتى وكيف يدرك أهل هذا الكون فضل قول الله جل علاه كن فيكون في قصتي إجابتي فاسمعيها يا بنيتي أنا لك مصغية يا فيلسوف تفضل سأل مريد ذات يوم أحد الصالحين مثل سؤالك هذا فأجابه قائلا الإجابة الشافية الكافية يا ولدي ذكرها أبو ذرن الغفاري في حديث شريف رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال يا سيدي أحسن الله إليك وإليه قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هدي فسلون الهدى أهدكم وكلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم ذلك بأني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء عطائي كلام وعذابي كلام إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيا أرأيت يا بنيتي نعم ولكن ما خير ما تود أن تنهي به حديث الليلة في معنى قوله تعالى كن فيكون يقول بعض العلماء أي أنه سبحانه لا يصعب عليه شيء مهما يكون لأن أمره جل شأنه بين الكاف والنون وأنا أدعو الله جل علاه أن يرفع شأن الإسلام في هذا الكون وأن يحول حال المسلمين إلى أحسن ما يكون بقدرة من يقول للشيء كن فيكون وأقول إلى الغد إذن يا فيلسو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر